تحاول أم خالد أن تسد رمق عائلتها بالتمر والماء كوجبة أساسية لتغذى عليها أغلب النازحين في مخيمات بزيبز شرقي الأنبار فالحياة هنا تحت هذه الخيام أقل ما توصف بالجحيم إضافة إلى وجود أمراض مزمنة تعاني منها عدد من العائلات النازحة نحط لهم تمرات وطاسة ماء ولوتها ترغيف الخبز هيها ماء أطبخ وإنفق وجيب الدجاج وجيب التمن ما أقويج والله باتوا بلي عشي ثم الرضوا وماتوا وما تمكنوا على الطبيب وأنا هلس أستور في الكم حيلي يرعش عايشين بالضيم بالضيم عايشين حر وضيم وتراب وهل يشوف هاي خيم عبالك جهنم حاولنا العايش لبرهة من الوقت مع النازحين هنا تحت هذه الخيام لكن الوضع هنا لا يطاق أجواء أشبه بالجحيم هنا في مخيمات النزوح يضم مخيم بزيبز أكثر من ألف عائلة نازحة من مناطق جرف الصخر والعويسات هجروا ديارهم قسرا منذ أكثر من تسع سنوات يتحدثون عن الجوع وظنك العيش لا سيما وأن كل عائلة لديها ما لا يقل عن أربعة أطفال والله العظيم هنا أكو عوائل أقسم بالله باعت قطيان جهالة دات ودي العالم المرضى هنا الجاعدة بالخيمة تطفي الكهرباء تيجينا بالنهار تيجينا ساعة ساعة ونصبت شثير وهاي الخيمة صارنا تسع سنوات إحنا قاعدين بيها عمي والله العظيم عدنا عوائل أقسم بالله ما عدهم طحين يسوون خبزة جهالهم دحقوا على النازحين عمي إحنا صارنا منطقة العويسات صارها تسع سنوات محررة وتستمر دعوات النازحين للخلاص من أوضاعهم المأساوية التي يعيشونها فهم بأمس الحاجة لمن يلملم شملهم ويعيدهم إلى ديارهم التي لم يستطيعوا الوصول إليها منذ سنوات الفقر والعوز والحرمان هذا ما يعانيه النازحون هنا بسان حالهم يتحدث عن تسع سنوات عجاف عاشوها تحت هذه الخيام التي لا تقيهم حر الصيف أو برد الشتاء فأكبروا أمنياتهم العيش تحت سقف منازلهم التي أصبحت بعضها ركام من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة